لقد بلغ الفساد مبلغاً لا يمكن الزجود عنه إن القطارات التي يذهب ضحاياها بالآلاف كل يوم لهو أكثر دليل على مدى الإهمال والتردي الذي وصلت إليه الأمة هناك حالة من العبد فوضى أيها حسن شايفني في التلفزيون؟ ده أنت ننور الدنيا كلها يا مرجان بإيه؟ ما حدش طالع في المجلس غير ساعتك بطلة حلوة هيلة، بس ساعتك لو تجيب الكاربطة وكده شو هيا؟ كده كويس يا حسن؟ أمر، أهوة ساعتك مش هتتكلم؟ لا، هتكلم طبعاً الوضو مرجان أحمد مرجان سيد الرئيس، حضرات الأعضاء الموقرين أنا بس عازة أرد على الآخر اللي بتكلم على الأطرات اللي بتتحرق وبتخبطه بعض لا أباً، لازم كمان نتكلم على الحاجات الإيجابية من أربعة أيام في قطر طلع من الجيزة وصل العياط زي الفل، بحصلش أي حاجة والركاب كانوا سعاداء كلهم قاعدوا يغنوا الحياة حلوة للي يركبها الله، وإحنا نقعد بقى نمسك في القطرات اللي بتتحرق ومشيب القطر بتاع العياط لا يا جماعة، لا نيجي للغيف العيش اللي عمال يقول لك ده فيه مصامير واللي يقول لك ده فيه إزاز واللي يقول لك ده طعمه مش عارف إيه طب أنا النهاردة بقى وأنا جاي المجليسكم الموقر عديت على فرن، فرن بلدي عادي خالص جبت لغيف عيش أنا بس هوريكو عشان حضراتكو تتأكدوا بنفسيكو لغيف عيش اهو بشلر، بخمسة قروش، زي الفل ده بس كويت يا جماعة مش عيش تضلل حاجة دوق دوق حاجة دوق معلم دوق 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 ما همكش هو إيه المشكلة في إيه؟ الوادي اللي بيشتري العيش ومودي لأمه بيأكلوا قبل ما يروح بيتهم أمه تسألوا لها مليان مصامير ومليان إزاز يا جماعة هي دي المشكلة إلي إخوة الأعضاء الأيام دي مسكن لنا في جرايد إن مياه الصرف الصحي دخلت على مياه الشرب دي مناعة بتدي مناعة للمواطن المصري قلت يا مستعب بتدي مصر لبني آدم عشان لا يصاب بهذا المرض ده بيدينا مناعة يا أخوانا الشعب المصري عنده مناعة دلوقتي وما اللي هو بيقولك اللي بيشرب من ماء النيل لازم يرجع تاني ليه؟ الخوجات بيجوا ياخدوا مناعة من عندنا انت بتقولوا إيه؟ وبعدين مياه الصرف الصحي جاي منين؟ مش جاي من الشعب المصري؟ ورايحة للشعب المصري نيجي بقى للإخوة اللي بتكلموا على التجاوزات اللي بتحصل في أقسام البوليس أنا هقول لكم على حاجة حصلت معي أنا الشخصية أحد العمال اللي عندي أفشوف لبناء وادوا القصر بعد يومين ثلاثة قلت روح أخرج الولد روحتول القصر لقيتهم شايلينه من على الأرض شيل شيل وعملين له طرطة وبيحتفلوا بعيد ميلاده وكل القصر عمال يغني Happy birthday to you انت بتقولوا يا جماعة لا 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 نيجي بقى للإعلام الناس بتهاجم التلفزيون دلوقتي يا أخواننا فيه طف ربيرة حصرت في الإعلام المصري وفي التلفزيون الخبر دلوقتي بينزل قبل ما بيحصل بربعة أيام إشعاعات مالية البلد عن أنفلوان ذا الطيور دي إشعاعات مغرضة أنا جاب لحضراتكم نموذج لفرخة شمورد دي زي الفل من مزارعنا الوطنية عشان ما حدش يتكلم فرخة هي بس مجهدة شوية إنما الفرخة قدام حضراتكم هي إيه؟ ذا الفل؟ موسيقى جي أحد موسيقى 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 شكرا يا مورجان بي أنا بذكرك يا مورجان بي على إيه يا فنم يا أخي مرفض والله ابن حلال بالمناسبة دي أنا بهدي لسيادتك الكتاب ده كتاب إيه؟ ده دوان شعري من تعليفي اسمه أبيع نفسي أبيع نفسي العنوان حلم عنوان صادم حقراه أقول لك رأيي عن إذنك مع السلام يا فنم جائزة المجلس الأعلى للشعر والأدب أحسن شاعر في مصر فاز بالجائزة الشاعر مورجان أحمد مورجان عن ديوانه أبيع نفسي أيها السادة إن دوان أبيع نفسي لهو تجربة حياتية مريرة إنه عصارة الأمل وأي أمل إن أبيع نفسي لهو رصد للمتغيرات داخل الإنسان المصري بل ليس الإنسان المصري فقط ولكنه رصد للمتغيرات للإنسان العربي وبهذه المناسبة أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الثقافة في مصر بجد يا بابا مش أدرا وصفلك قديكو التفخورة وأنت بتاخد الجائزة بس برضو يا بابا حضرتك غلطان إزاي كل ناس يبركلنا واحنا ما نعرفش بيبركلنا على إيه؟ وانتو مقرتوش الشعر؟ ما هو أنت ما سبتلناش ولا نسخة؟ وبعدين يعني أنا عايزة نسخة تكون ليا وعليها إهدايا وأنا عاوز عشرين نسخة عديهم من صحابي بابا أنا قلبت الدوني عدوان ما لقتوش ما هو مفيش ولا نسخة كل النسخ نفذت أكبر نسبة مبيعات في تاريخ الأدب العربي طب ما فيش طبعة تانية؟ مع العمانة الطبعة التانية قبل الأولانية والإتنين نفذوا برضو الحمد لله أنا بس يعني عايزة أعرف حاجة وصغيرة مع المهمشين والبسطاء وأعود أشار معروحي أه لعجاتي أنت تعرفها؟ أه بروح هناك كتير أحضر ندوات بس عملي ما شفتك هناك طب ما تروحش بعد كده؟ ليه يا بابا؟ مبارح البوكس جي لم كل الشعر اللي هناك وقفلوا القهوة طب عايزة أقولك إن إحنا محضرين لك مفاجأة إيه هي؟ دكتور شيهان عايز تعمل لك عندنا في الجامعة ندوة بمناسبة حصولك على الجايزة ندوة؟ أه ويه؟ الكتاب ده كارثة بكل المقيس اللغوية والشعرية طب إيه رأيك بقى يا دكتور عبداللطيف إن الكتاب ده حاصل على جايزة دولة في الشعر وعوزاني أنا أحضر ندوة أناقش فيها الهبل ده؟ أنا أنقى بنفسي على أن أشارك في هذا العبد دي مهزلة؟ أيوة أنا عايزة تقول رأيك ده بمنتهى الصراح أقول رأيك يا دكتورة الهبل ده يتناقش في مستشفى المجانين مش في ندوة أدبية وبعدين من مورجان ده هه؟ أنا أول مرة في حياتي أسمع عن واحد شاعر اسمه مورجان اسمه مورجان أحمد مورجان يسعدنا أن نلتقي بالأستاذ مورجان أحمد مورجان صاحب ديوان أبيع نفسي والذي حصل على جائزة المجلس الأعلى للشعر والأدب ومعنا أيضا لمناقشة الديوان الدكتور عبداللطيف سالم أستاذ الشعر العربي ورئيس قسم الأدب المقارن وعضو مجمع اللغة العربية والحاصل على جائزة الإبداع في النقد الأدبي من جامعة أوكتفورد إيش دا؟ دي حاجة بسيطة كده على موسم حلوة الديوان وربنا خليك لينا دكتور أيوة بس ما يصحش دي صحش صبحية ما حدش يقول الرزق لأ دكتور عبداللطيف اتفضل حضرتك قولينا إيه تقييمك للديوان لقد استطاع الشاعر مرجان أحمد مرجان أن يكسر كل تقاليم الشعر أن يقفز على كل الحواجز وأن ينطلق بشعره وبخياله بعيدا بعيدا بل ولقد استطاع أن يحلق في آفاق أخرى عوالم خاصة صنعها بنفسه إنه يذكرني ببيت للشاعر دعبل حينما قال إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا أصدر دعبل كان ساكن في الشيخ زايد لقد استطاع الشاعر مرجان في إيه؟ دي حاجة بسيطة كده تتحطي بصوابك عشان الكلمتين الحلوين اللي انت حتقوليهم عليها تجننت؟ إيه اللي بتعمله ده؟ ممسكة بس اللي قالت افتكر اللي أنا بقى روسك في رجلي الظهرن انت فعلا إنسان موضيع زي ما قالولي أنا غلطان أنا دخلتك مكان زي ده خلاص، ترش فقر وإني لأطرق لشاعرنا الكبير المجال كي يقرأ لنا شعره بنفسه ليمتعنا ويطرب آذاننا بسرعة بلطيف، برأيك في الديوان انت مقتريش كلام ده أقرأ كري بقول كلمة حق مش ده رئيس قسم البتاع في قلب البتوق اللي انتو قلتيهم دول فليتفضل شاعرنا الكبير لا أنا أفضل إنك انت متقرش من الكتاب الكتاب موجود معانا إحنا عايزين نسمع إلقائك للشاعر فضل أنا حسماك الحلزونة عشان الحلزونة عزيزة على شوية الحلزونة يم الحلزونة الحلزونة يم الحلزونة كانت تعبانة 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 والحلزون خبطته عربية في مدان التحرير مدان التحرير مدان التحرير كان بيعد الشارع كان بيعد الشارع وباصس يمين كان السنونة وواقف فينونة سنونة وبينونة وهناك حصل المدان كان في زحمة كمان وإنسان غلبان خارج من شغله تعبان وكله فوق بعضه كله فوق بعضه وإديها يا إنسان إديها في الكلتش كمان تعارف الساعة اللي معابدي بكام 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 بكام